واحد من نجوم الكرة الشيكية ايضاها شيك نجم ستراسبوك طبعا وكان في فترة من الفترات مدرب لمنتخب الشيك وليه تجارب في المنطقة العربية كتير يعني درب الهلال السعودي درب منتخب لبنان هو وضفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بيكلمنا طبعا ابنتواصل معا من براج نرحب بيه بداية ونشكره على مشاركته معنا في السادسة اهلا وسهلا بيك على شاشة الاهلي مساء الخير شكرا على استطافاتكم الكريمة يعني بداية بما انك انت لفترات طويلة كنت قريب من الكرة العربية الكرة في السعودية على مستوى طبعا تدريبك للهلال السعودي دربت منتخب لبنان ويمكن اعتقد خط مواجهة مع منتخب مصر في كاس العرب الاخيرة برعاية الفيفا خلينا ارجع لكاس العالم قطر عشرين وعشرين واخد رأيك وتقييمك لمشاركات المنتخبات العربية مين لافت نظرك ازاي شفت قدرات المنتخبات على التطور سواء كنت بكلم على السعودية او على تونس او على مستوى المنتخب المغربي اللي وصل لدور الاربعة في الحقيقة اود ان اقول ان كاس العالم في قطر كان من افضل النسخات بالنسبة لكاس العالم واعتقد ان مستوى الكرة العربية تطور كثيرا فقد رأينا السعودية ورأينا المغرب التي ازهلتنا وفجعتنا بلاعبها ولذلك علي ان امدح المباراة التي لعبت فيها السعودية ضد ارجنتين بالطبع اشكر كثيرا المستوى او مستوى الاداء الذي قدمه المنتخب المغربي فهم ابهارون وكذلك اللاعبين كانوا على مستوى مهر عالي يعني كنت مدرب في فترة من فترات للهلال السعودي واحد من الاجبار الاندالة العربية طبعا والاسيوية واعتقد ان الدوري السعودي بيصنف برضو على ان واحد من اقوى الدوريات في المنطقة العربية وفي قارة اسيا ازاي شفت او استقبلت خبر انتقال الاسطورة ساروخ ماديرا كما يلقب كريسيانو رونالدو لنادي النصر في الحقيقة فجأني واعتقد انه فجأ الكثير انتقال اللاعب الدولي كريسيانو رونالدو الى دولة عربية مثل السعودية في الحقيقة انا امدح كثيرا واشكن كثيرا القائمين على هذه الصفقة التاريخية في تاريخ كرة القدم واعتقد انه سيقدم الكثير في نادي النصر السعودي هل بتشوف انه الصفقة اهدافها فنية فقط يعني هل فكرة انه احتياج نادي النصر السعودي للاعب في سن كريسيانو رونالدو بحجم طبعا تاريخه وانجازاته وفوزه خمس مرات بطاية البالوندور ولا للصفقة ممكن يكون لها اهداف اخرى اعتقد واكد ان الصفقة لها خلفية اخرى فمن ضمن الخلفية فذلك يساعد كثيرا على مستقبل فوز السعودية بقرعة كأس العالم القادمة فحضور لاعب دولي مثل كريسيانو رونالدو الى السعودية سيسمن كثيرا من دور السعودية ويجعل فوزها بالقرعة كبيرا في السنة اللي فاتت سنة الاخيرة يمكن لاول مرة اقيمت بطولة كاس العرب تحت رعاية الفيفا واعتقد ان البطولة بقى ليها اهتمام اكبر حجم التنظيم افضل انجازات الكرة العربية اللي حققتها في كاس العالم بفوز على منتخبات كبيرة زي الارجنتين اللي حققت اللقب طبعا بكلم عن منتخب السعودي المغرب اللي تجاوزت منتخبات كبيرة زي بلجيكا وزي اسبانيا وزي البرتغال وصلت للمربع الدهبي الكرة التونسية حتى اللي فازت وان كان فوز وحيد ولكنه على منتخب كبير برضو حامل لقب النسخة قبل الاخيرة منتخب فرنسا وجود كريسيانو رونالدو في واحد من الدوريات العربية من وجهة نظرك ازاي ممكن نستفيد او ازاي ممكن نستثمر ده في المنطقة العربية عشان الكرة القرية بتتطور للافضل عشان تبقى مشاركتنا في البطولات الكبيرة بحجم كاس العالم حتى البطولات القرية على مستوى افضل في السنوات اللي جاي اعتقد ان واحدة من اهم المميزات في العالم العربي ان العالم العربي شجع كثيرا في الاوناء الاخيرة كرة القدم هذا ما اعطى للسعودية فرصة كبيرة في استخطاب لعد دولي مثل كريسيانو وعلينا ان نستثمر ذلك فهذا له خلفية كبيرة على السياحة في البلدان العربية واخص بالذكر السعودية العربية فلن تكون هناك سياحة دينية فقط بل ستكون سياحة من نوع اخر وسيعرف العالم بالطبع بالثقافة العربية وكذلك الشعب العربي او المواطنين العربية يهمني اسألك عن منتخب الشيك وسر مش عايز اقول ابتعده لكن تراجع مستوى في السنوات الاخيرة بعد ان كان يعني واحد من اقوى المنتخبات على مستوى العام وقدم اسماء كبيرة جدا لماذا تراجع مستوى لمنتخب الشيكي في السنوات الاخيرة افتقد او لم تنجح جمهورية تشيك او المنتخب الشيكي في النسخة الاخيرة من طلب كأس العالم لم ينجح بالتأهل اعتقد ان ذلك لانخفاض مستوى مهارة المهارة البدنية لاللاعبين هل تنتظر انه التشيك تبقى قادرة او انه في جيل قادم يقدر يكرر انجازات الاجيال الكبيرة من منتخب الشيكي يعني بتكلم طبعا نجوم بحجم يان كولر بتكلم على بافل نادفت بتكلم على اساطير حقيقة قدت توصل بمنتخب الشيكي لبعيد اعتقد اننا لدينا الكثير من اللاعبين الشباب المهارين الذين لهم مستقبل ظاهر ولديهم الفرصة في اعادة امجاد مثل كولر ونيدفيد والكثير من اللاعبين العالميين الذين امتعونا وممكن ان يتأهل المنتخب الشيكي في كأس العالم القادم 2026 مع او ضد فكرة انه يتم تعديل او نظام بطولة كأس العالم بشاركة 48 فريق بدل 32 فريق وانه تكون الاصطدافة دايما مشتركة بين ثلاث دول اعتقد انني مع هذا التغيير وهذا التغيير يتيح لي الكثير من يتيح الكثير من البلدان البلدان العربية والبلدان الاوروبية للمشاركة فعدد 48 منتخبا ليس بالقليل فمن الممكن ان تشارك منتخبات عربية مثل الجزائر وتونس ومصر التي افتقدناها في كأس العالم في نسخته الاخيرة وتكلمنا انه كأس العالم قطر عشية 22 كتن نسخة الاخيرة لنجوم كبيرة اهم الاسماء في يمكن في العشرة سنين الاخيرة زي ماسي كريسيانو رونالدو ايفاندوفسكي بنزيمة هل شهدت البطولة ميلاد من وجهة نظرك نجوم او اسماء جدد اعتقد ان بالنسبة لي لاعبين كثير من العرب اخص بالذكر اللاعبين المغرب الذين ابهرونه كثيرا فانا اقول ان مستوهم كان ممتازا جدا على سبيل حكيم زياش والكثير من اللاعبين الذين اتذكرهم حتى لا انسى دورهم المهم في هذه النسخة الممتازة من كأس العالم التي اقمت في قطر ايفان هاشيك نجم الكرة الشيكية بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة ومستمرين معاكم بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة